ترجمة نانسي قنقر دقة وكفاءة وروحا معنوية عالية عقست مدى الجاهزية القتالية التي تنيز بها جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين إضافة إلى التدريب على المهارات والأسليب القيادية وغيرها وتكمن أهمية هذا التمرين المشترك في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين القوات المشاركة في التمرين وذلك في كافة مجالات العمليات القتالية ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات المختلفة في ميادين القتال ما يساهم في تجسيد الأهداف والطموحات تحقيقا للتكامل المأمول فيما بينها فضلا عن تأكيد ارتفاع مستوى التعاون العسكري المشترك لجميع القوات المشاركة في التمرين بكافة قطاعاتها إضافة إلى حرصهم على تطبيق مفهوم التعاون العسكري المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في أبهى صوره من أجل رفع وتعزيز قدراتها العسكرية وقد أثبتت مجموعة القتال التابعة لقوات دفاع البحرين المشاركة في التمرين كفاءتها وجهزيتها في مثل هذه التمرين الميدانية التي تعد هدفا أساسيا لبناء وتكوين الجيوش ووسيلة مضمونة لاختبار قدرات القوات المسلحة ومعرفة ما وصلت إليه من إمكانات وحسن أداء على القتال وتجدر الإشارة إلى أن التمرين العسكرية المشترك درع الخليج واحد يعد من أضخم التمرين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة ومن ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها والتقنيات المستخدمة